مثل ما وعدتكم من أنني سأقوم بعرض كلي تفصيلي لمضامين الأحاديث بشكل عام على الكتاب الكريم سأبدأ من هنا من سورة الزمر الآية السادسة والخمسون بعد البسملة من سورة الزمر أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري جنب الله بحسب تفسيرهم لقرآنهم الإمام المعصوم الإمام المعصوم وجه الله يد الله عين الله نعمة الله قلب الله الإمام المعصوم جنب الله من أسماء أمير المؤمنين في القرآن هو هذا الإسم جنب الله جنب الله يعني عليا جنب الله جنب الله يعني الإمام المعصوم جنب الله هو صاحب الأمر هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين متى يقول الإنسان هذا بعد موته بعد أن يعرف الحقيقة حينما تعرفون من أنكم كنتم على ضلال وأنتم تأخذون دينكم من مراجع النجف وكربلاء وتتركون دين محمد وأهل محمد الذي هو في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم حينئذ ستقولون يا حسرة يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله حينما تعرفون بعد موتكم من أن الصلاة الواجبة من دون ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير هي باطلة وتتذكرون من أنكم التزمتم بفساوى مراجع النجف التي تقول من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة حينئذ ستقولون يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله الحكاية طويلة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري هذا أنا أقوله وأنتم تقولونه فالحسرة والندامة من خصائصنا فحينما ستنكشف لنا الحقيقة بعد موتنا ونعرف من أننا قد فرطنا في حق محمد وأهل محمد حينئذ نقول يا حسرة على ما فرطنا في حق محمد وآل محمد أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخري هذه الحالة أيضا تحدثنا عنها سورة الأنعام في الآية الحادية والثلاثين بعد البسملة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وساعة صاحب الأمر تأتي بغتة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها على ما فرطنا فيها ما فرطنا في الفرصة التي كانت متوفرة لنا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون في لحظة مجهولة نواجه الحقيقة وتنتهي حياتنا وتلك هي الحسرة قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون هذه حسرة بين الإنسان حسرة البشر لكن أن نقرأ في سورة ياسين في الآية الثلاثين بعد البسملة الله يتحسر يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد فهل أن الله يتحسر فعلا أنا أتحسر أنتم تتحسرون الصالحون يتحسرون على ما فاتهم والطالحون يتحسرون على ما فاتهم أيضا كل بحسبه فصالح يتحسر على شيء باتجاه معين وطالح يتحسر على شيء باتجاه آخر نحن الآدميون نتحسر ونأسف أما أن الله يتحسر هذا هو وقرآنه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إنه يتحسر على نفس الموضوع الذي يتحسرون عليه يا حسرة على ما فردت في جنب الله وجنب الله رسوله جنب الله علي جنب الله الحجة بن الحسن يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فالقرآن جاء بهذا الأسلوب جاء بهذا التعبير ونسب الحسرة إلى الله الله منزه عن الحسرة إذن لماذا يقول هنا في كتابه الكريم يا حسرة على العباد هذه لقطة نحتفظ بها ونتدرج ونتدرج شيئا فشيئا نذهب إلى فاصل الآية الحادية والتسعون بعد البسملة من سورة الأنعام لن أقرأها بكاملها وإنما سأقرأ بدايتها لأن بدايتها موطن حاجتي في حديثي في هذه الحلقة وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إذْ خَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ هذا التعبير يتكرر في الكتاب الكريم ففي هذه الآية وهي الحادية والتسعون بعد البسملة من سورة الأنعام وفي الآية الرابعة والسبعين بعد البسملة من سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وكذلك في سورة الزُّمر في الآية السابعة والستين بعد البسملة وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَ قَدْرِهِ فَهَلْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحْتَاجٌ مُهْتَمٌ بتقديرنا له بتعظيمنا له أساساً من نحن؟ ما قيمتنا؟ حتى أن الله يهتم بتقديرنا له فهل هذا الاهتمام راجعون إليه أم راجعون إلينا نحن محتاجون أن نعظم الله أما أن الله ليس محتاجاً لتعظيمنا لاحظتم في الآيات المتقدمة في حسرتي وحسرتكم هناك حسرة لله فهل أن الله يتحسر؟ وهذه الآيات التي تتحدث عن تعظيمنا لله سبحانه وتعالى ومن أننا قد أسأنا وقصرنا وما قدر الله حق قدره فهذا الاهتمام فهذا الاهتمام من الله بهذا الموضوع هل هو محتاج إليه؟ هذه لقطة ضعوها بجانب اللقطة الأولى وهذه لقطة ثالثة نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية الخامسة والأربعين بعد المئتين بعد البسملة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون عجيب أمر الله إنه يبحث عن أحد يقرضه قرضا حسنا من ذا الذي من ذا الذي من ذا الذي فهل أن الله محتاج كي أقرضه هو أوجدني وهو أعطاني وحين أعطاني أنا لا أمتلك القدرة على أن أمتلك ما أعطاني امتلاكا حقيقيا إنه امتلاك اعتباري لأن الامتلاك الحقيقية يعني أن أحدا لا يستطيع أن يسلبه مني وهذا ليس موجودا في عالمنا كل شيء نتملكه فهناك فهناك العديد من الأسباب والعديد من الأبواب والعديد من الجهات التي بإمكانها أن تأخذ مننا ما نمتلك بالقوة بالقوة بالرضا بأي طريقة من الطرق فنحن نملك تمليكا اعتباريا ليست تمليكا حقيقيا ذاتيا هو أوجدني وهو ملكني تمليكا اعتباريا وهو أعطاني القدرة على أن أتصرف بما ملكني وعلمني كيف أن تفع من هذا الذي ملكني إياه ثم يأتيني متوسلا بي يريد مني أن أقرضه عجيب عجيب أمر الله عجيب أمره عجيب قرآنه عجيب كلامه عجيب أمره من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إنه ينادي في أحساطنا يبحث عن محسن يحسن إليه كي يقرضه قرضا حسنا عجيب والله عجيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هذا المعنى يتكرر في قرآنه في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرطتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخر الآية الكريمة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرطتم الله قرضا حسنا ها هو يقدم طلبا لبني إسرائيل يريد منهم أن يقدموا له قرضا حسنا وأقرطتم الله قرضا حسنا وإذا ما ذهبنا إلى سورة الحديث وإلى الآية الحادية بعد العاشرة من سورة الحديد بعد البسملة إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي إنه يبحث عن محسن كي يقرضه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم في سورة نفسها في الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا هناك من أقرض الله إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم ومن سورة الحديد إلى سورة التغاب وإلى الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ومن سورة التغاب إلى سورة المزمل وإلى وإلى الآية العشرين من سورة المزمل وهي آخر آية في السورة التي أولها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى أن تقول الآية العشرون بعد البسملة من سورة المزمل وهي آخر آية فيها فاقرأوا ما تيسر من ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسن فاقرأوا ما تيسر من ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسن تلاحظون أن هذا المضمون يتكرر على طول الكتاب الكريم ماذا جمعنا من الآيات التي تلوتها عليكم سبحانه وتعالى يتحسر على العباد وأنتم تعلمون من أن الحسرة أمر طارئ عرضي متبدل متغير هذا من خصائصنا نحن سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأوصاف ومع ذلك يجعل حاله كحالنا سبحانه وتعالى في قرآنه ويطلق حسرته يا حسرة على العباد في سورة ياسي ثم بعد ذلك يؤكد هذا المعنى وهو يلومنا من أننا ما قدرناه حق قدره ما عظمناه هل هو محتاج لذلك لماذا ينزل نفسه ويتحدث بهذا الحديث إلى الحد الذي صار يبحث عن محسن مننا كي نحسن إليه كي نقرضه قرضا حسنا إنه الله سبحانه وتعالى إلى أين أريد أن أصل بكم أذكركم بالأحاديث التي تصدر عن المعصومين وفيها انتقاص من شأنهم وفيها تقليل في حقهم وفيها تغييب لجانب مهم من مقاماتهم الأمر هو هذا قرآنهم وهذا حديثهم ولذلك حينما يخبروننا عن أحاديثهم فيقول الصادق حديثي حديث أبي وهو حديث جدي وهو حديث رسول الله وهو حديث الله هو كلام الله سبحانه و تعالى يضع نفسه في قرآنه متوسلا بنا يبحث عن محسن كي يقرضه قطعا هذه المضامين لا تتناسب مع قدسه جل شأنه وتقدس لكنه وضعها لنا في قرآنه والحال هو هو هم يطالبوننا تخلقوا بأخلاق الله هذه أخلاق الله أين نجد أخلاق الله أخلاق الله في قرآنه هذه هي أخلاق الله فأخلاق الله أخلاقهم وأوصاف الله أوصافهم ومن والاهم فقد واهل الله ومن عاداهم فقد عهد الله ومن أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عص الله هذه المضامين من بديهيات معتقداتنا إذا كنا شيعة لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فاقد الشيء لا يعطيه هذه بديهية نعرفها جميعا هل من نقاش حولها فاقد الشيء لا يعطيه صفة الجود والسخاء عند الإنسان من أين جاء بها جاء بها من الله لو لم يكن سبحانه وتعالى جوادا لو لم يكن سبحانه وتعالى سخيا كيف أصبح الإنسان جوادا قطعا بحدوده بعدود المخلوق وحينما نتحدث عن جوده سبحانه وتعالى بإطلاقه بإطلاق الخالق بسعته بسعة الخالق وحينما نتحدث عن جودنا إنه جود المخلوق بقيوده وبضيقه وحدوده كيف صار الإنسان جوادا كيف صار الإنسان سخيا كيف صار الإنسان رحيما لأن الله جواد لأن الله سخي لأن الله رحيم لو لم يكن كذلك فمن أين جاءتنا هذه الأوصاف ففاقد الشيء لا يعطي الشيء إذا كان الله ليس جوادا ليس سخيا إذا كان الله ليس جوادا ليس سخيا فلا يمكن أن يكون الإنسان جوادا وسخيا من جود الإنسان في مراتبه العالية أن يجود بنفسه ألا نقول من أن الجود بالنفس أقصى غاية الجود فالإنسان في بعض حالاته في بعض مراتبه في بعض شؤونه قد يجود بنفسه وهذا هو أقصى غاية الجود بالنسبة لذلك الإنسان هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجود بنفسه أيضا وإلا من أين جاء الإنسان بهذه الصفة من أين جاء الإنسان بهذه الخصلة قطعا الإنسان في أقصى جوده أن يجود بنفسه هذا بحسبه فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يجود بنفسه ولكن بحسبه التعابير قحصر من مظاهر جود الله بنفسه أن يجود بأقرب أوليائه إليه يا حسين يا حسين يا حسين شاء الله أن يراك قتيل شاء الله أن يراك قتيل شاء الله أن يراهن سبايا من مظاهر أن يجود الله بنفسه أن يجود بأوليائه ولذا فإن دم الحسين هو دم الله السلام عليك يا ثار الله يا ثار الله وابن ثار دم الحسين هو دم الله ذلك الدم الطاهر المطهر الطهر الطهور الذي استقر في الخلط فاقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق هذا مظهر من مظاهر جود الله بنفسه ومظهر من مظاهر جود الله بنفسه حينما يتجلى في قلوب محبيه حينما يتجلى الله في قلوب محبيه ومحبوه هم محب علي وآل علي هؤلاء هم محب الله هناك حديث في كتب المتصوفة في الحقيقة لم أجده في كتبنا ولم أجده أيضا في كتب المخالفين لحنه كلحن الأحاديث التي تعرف بالأحاديث القدسية هناك مجموعة من النصوص والأحاديث تعرف بالأحاديث القدسية هذا الحديث لحنه لحنه اللفظي تراكيبه اللغوية كتراكيب الأحاديث التي تعرف بالأحاديث القدسية هو حديث عن الله مثل ما قلت لكم لم أجده في كتبنا ولا حتى في كتب المخالفين لكنني حفظته من كتب المتصوفة فهذا الحديث موجود في كتب المتصوفة من متصوفة السنة ومن متصوفة الشيعة أتذكر منذ زمن بعيد من أنني حفظته من كتب صدر الدين الشيرازي المعروف بالملا صدر ومن كتب الفيض الكاشاني الذي هو تلميذه تلميذه وصهره زوج ابنته الفيض الكاشاني هو تلميذ الملا صدر وهو زوج ابنته قطعا في الفترة التي كان فيها الفيض الكاشاني صوفيا عرفانية فإنه بعد ذلك ترك التصوف والعرفان وصار من أقطاب المدرسة الأخبارية على أي حال هذا الحديث موجود في كتب المتصوفة أذكره لكم على سبيل المثال على سبيل المثال وإنما أقبل مضمونه لأن لأن عندنا في كتبنا من أحاديثنا عندنا أحاديث مضمونها أوسع من مضمون هذا الحديث فسيكون هذا المضمون منطويا في مضامين أحاديثنا الحديث ماذا يقول عن الله سبحانه وتعالى من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني أحبني ومن أحبني عشقني ومن عشقني عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن علي ديته فأنا فأنا ديته هذا المضمون يقرب فكرة فكرة تجل الله في قلوب أوليائه مصداق من مصادق الجود بالنفس في مقام التجليات نحن نحن عندنا رواية جميلة ومضمونها أعمق وأوسع من مضمون الحديث الذي أشرت إليه إنني أقرأ عليكم من كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وأربعة هجري قمري صفحة اثنين وثلاثين الحديث الثاني والستون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الباقر يقول قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي أرصد لمحاربتي أي استعد وتهيأ بكامل العدة مترقبا منتظرا مع سابق إصرار وعلم ووعي هذا هو المراد أرصد لمحاربتي من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترت عليه بالواجبات وإنه ليتقرب إلي بالنافلة بالمندوبات وليس الحديث هنا عن صلاة النافلة فقط وإنما الحديث عن المندوبات جميعا وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترت عليه الفرائض مطلقا وإنه ليتقرب إلي بالنافلة بالمستحبات والمندوبات حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به كنت سمعه الحديث الذي قرأته عليكم من كتبي المتصوفة ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن علي ديته فأنا ناديته في مقابله جميعا الحديث هنا عن جزء عن بعض من الإنسان فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وهذا الحديث ينطبق علي وعليكم الله يقول كنت رجله التي يمشي بها يقول عني وعنكم هذا الحديث يحدثنا به باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكتاب من الكتب التي ألفت أيام الأئمة هذا كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي الحسين بن سعيد الأهوازي من أصحاب الأئمة من أصحاب الأصول هذا أصل من أصولنا الحديثية القديمة التي ألفت أيام الأئمة المعصومين هذا من خيرة أصحاب الأئمة الحسين بن سعيد الأهوازي باقر العلوم هو الذي يقول من أن الله هو الذي يقول كنت رجله التي يمشي بها يتحدث عني وعنكم هذا هو الجود بالنفس الذي قصدته الله يصبح سمعي ويصبح بصري ويصبح يدي ويصبح رجلي ورجله التي يمشي بها أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه الله الذي يقول وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه وإنه لي تقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود من هنا تأتي هذه التعابير القرآنية فإن الله سبحانه وتعالى مرة يتحسر وكأنه يتقمص شخصيته كي يتحسر في كتابه يا حسرة على العباد بالضبط من كان له صبي فليتصاب له يتحول الكبير إلى صبي لأجل صبيه هذا نحو من أنحاء الجود بالنفس أن يخرج الإنسان من مقامه وأن ينزل نفسه إلى مقام آخر لأجل غاية لأجل حكمة فهذا الإنسان الفاضل يتصاب لأجل صبيه هذا نحو من أنحاء الجود بالنفس لأنه قد ضح بمقامه بمنزلته ولو بشكل مؤقت وعرضي سبحانه تعالى حين يأتي باحثا عن محسن كي يقرضه فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلى بقية المضامين التي أشرت إليها على سبيل الأمثلة والأنموذج ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح الدعاء المروي عن إمام زماننا إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان هكذا نقرأ فيه فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفان أنني أتدلل عليك لماذا لأنني وجدت الله هكذا يعاملني يوجدني يخلقني يملكني يعلمني يعلمني وبعد ذلك يأتيني متوسلا كي أقرضه فلماذا لا أتدلل علي فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك أتدلل مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور بس هذا الخرط وين أود هذا الخرط لنا وين أود فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إن إنك إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب أن لي أن لي يتطول عليك فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل هذه هي حقيقتنا فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد نذهب إلى فاصل